تعالوا بقى للأخبار وللكواليس المهمة جدا جدا بص في اجتماع مرتقب جدا خلال ساعات خلال أيام قليلة جدا يعني جدا ممكن يومين يعني 48 ساعة بين مارس الكولر وإدارة النادي الآلي ولجنة التخطيط فيه النادي الآلي مارس الكولر كان المفروض يسافر أجازة من أسبوع لعشر تيام لبلده بعد نهاية مباراة الفاينال الفاينال السوبر المصري أمام مودرن فيوتشر كولر كان عايز يسافر من الإمارات على السويسرا مباشرة لكن إدارة الكرة بالنادي الآلي طلبت منه العودة للقاهرة عشان يعودوا معاه في اجتماع مهم للغاية الاجتماع ده ليه؟ عشان يحسموا فيه أمور كتير جدا تتعلق بموقف اللاعبين اللي ممكن يمشوا من نادي الآلي والصفقات الجديدة والمفروض خلال الساعات دي هيتم حسب إما إقامة الاجتماع ده في الإمارات بعد السوبر وبعد كده هو يسافر على السويسرا بلده أو يجي معاهم مع إدارة النادي الآلي إلى القاهرة إدارة الكرة في النادي الآلي إلى القاهرة عشان يعملوا الاجتماع ده طيب في رقم عشرة هنا كالعادة يعني هنقولكو إيه اللي المفروض هيتناقش في الاجتماع ده البنود مش هقولك إيه اللي هيحصل في البنود دي يعني مش هقولك هيتفقوا عليه عشان لسه هيتفقوا لما يعودوا بس هقولك البنود بتاعت الاجتماع البند الأول في الاجتماع هيكون موقف صفقة عمر كمال عبد الواحد اللي مخلص كل حاجة مع النادي الآلي بس إدارة الكرة هتاخد رأيي كلها للنهائي ولو المدرب موافق على كل حاجة ممكن ممكن يتم الإعلان عن الصفقة رسميا يوم السبت أو الحد ده بند هتقول لي لأنه هو لسه هيتناقش عمر كمال عبد الواحد آه لا بص الاتفاقات خلصانة احنا بنتكلم في التوقعات طيب افرد مثلا مثلا يعني مش حكيم يعني مش عالف انا واتزع الحكيم بالذات افرد مثلا تمام مارس الكرة جي قالك والله هنرجعت الكلامي والله مش هيبقى مفيد ليا والله بعد المطشب تأسور دي حسيت ان في حد ممكن يلعب المكان ده مثلا دي ناسي ببص ضئيلة جدا 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 فساعتها الأقل هتراجع تمام عشان هجيلك بعد شوية على الزمالك اللي لسه باصس على عمر كمال عبد الواحد وخد خطوات كمان هجيلك بعد شوية البند التاني في الاجتماع هيتم مناقشة كولر في الاجتماع ده عن موقف انتوني مودست النهاي ادارة النادي الاهلي بصراحة كده او ادارة الكرة في النادي الاهلي مش عايزاه وشايف انه يمشي في يناير مارس الكولر لسه مصر على استمراره وشايف انه لو خد فرصة اكبر ممكن يقدي بشكل كويس طيب مين اللي هيفرد رأيه في هذا الامر ادارة النادي اللي ممكن تكون مش عايزة مودست ولا مارس الكولر اللي عايز مودست اللي هي رأيه هيكسب هو مارس الكولر لي ادارة النادي لي مش هتدخل في اي امور فنية يطلبها مارس الكولر فلو الراجل اصر في الاجتماع على بقاء مودست فمودست هايق ابدى مرونة فساعتها ممكن بقى يخشوا في نقاشات مع مودست على فسخ العقد بالطراط طيب البند التالت هيتم نقشة موقف كريم ندفد اللي عايز يخرج اعارة لأي نادي او يرجع لمودرن فيوتشر تاني لكن مارس الكولر رغم انه هون ما بيشاركوش ما بيشاركش كريم ندفد طالب استمرار كريم ندفد وبيقول للإدارة انه هيددله فرصة اكبر الفترة اللي جاي البند الرابع في الاجتماع اللي هيتعامل خلال ايام قليلة هيتم منقشة مصير صلاح محسن وموقفه النهائي في اتفاق بين الكل ادارة بقى ومدرب على رحيل صلاح محسن لكن هيشوفوا مع مارس الكولر الشكل يمشي اعارة ولا يمشي بيع نهائي ده هيبقى سؤال في الاجتماع ماشي البند الخامس هيبقى فيه اتفاق شبه نهائي على تجديد عقد علي معلول وعمر السلية لمدة موسم لمدة موسم مع وضع بند في العقد بيقضي بالتجديد لموسم اخر بموافقة الطرفين يعني لو هم بعد السنة دي ما خلصت الاتنين شافوا ان الامور لسه جيدة بيننا وبين بعض الاتنين اللعبة بيقدوا واللعبة راضية في النادي فنجدد سنة كمان طيب اللعبة مستوام هبت حصل اي حاجة فممكن يتم الاستغناء او تقديم الشكر دائما من اللعبة في النادي الاهل مش هتحسم اي شيء الا بعد الحصول على موافقة المارسي القرارة بالمناسبة قبل ما نروح للبند السابع خلال ايام او خلال ساعات بمعنى اضاق يعني النادي الأهلي هيوصلوا عرض رسمي من نادي الوكرة القطري لاستعارة أحمد عبدالقادر لاستعارة أحمد عبدالقادر وليس لشراء أحمد عبدالقادر تاني خلال ساعات النادي الأهلي هيصلوا عرض من الوكرة القطري لاستعارة أحمد عبدالقادر هم تكلموا مع أحمد عبدالقادر ووكيله بس لسه هيبعتوا العرض الرسمي للنادي الأهلي البند السابع هناك مهاجم أفريقي تحت السن تم ترشيحه ليه مارس الكولر هو شاف فيديوهاته وقال كويس من حيث المبدأ بس عايز يشوفه أكتر الفترة اللي جاي عشان يحكم عليه بشكل نهائيش مين المهاجم؟ هنعرفه خلال الأيام اللي جايه هنقول لحضراتكم طبعا في رقم 10 طيب